يبدو أن اهتمامات الحكومة في بغداد وكل وزاراتها ومن ورائها الأحزاب في واد الانتخابات وهموم المواطن وتدني المستوى المعيشي والخدمات في واد آخر يقول المتابعون للشأن الاقتصادي ففي الوقت الذي يعكف فيه المسؤولين على بناء التحالفات الانتخابية وإقرار القوانين لضمان البقاء في سدة الحكم يكف هؤلاء أنفسهم مثلا عن إقرار موازنة هذا العام بالبرلمان ومناقشتها وطبعا فإن للتأخير عواقب وتداعيات تصيب المواطن البسيط والموظف بمقتل فوزارة المالية على سبيل التعداد للحصر أعلنت إقاف التعيينات في دوائر الدولة والتريث في الحذف والاستحداث وإقاف الترفيع والعلوات السنوية ما يعني إقاف اليد العاملة في المؤسسات الحكومية وتعطيل الدورة الاقتصادية وشح السيول بين عيد الناس لتصل البلاد في نهاية المطاف إلى الركود الاقتصادي وأمام هذه الأزمة عمد مجلس الوزراء على معالجة الخطأ بخطأ آخر يقول اقتصاديون حيث سعى المجلس للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي لتمويل العجز المالي بلغت مؤخرا نحو خمسة مليارات ونصف المليار دولار وبما أن الصندوق لا يعطي قروضا إلا بشروط وضمنات لسدادها فإن الشروط في هذه الحالة كانت زيادة أسعار المنتجات النفطية وإلغاء البطاقة التموينية وتفعيل مسألة جباية الماء والكهرباء وخصخصة بعض الشركات الحكومية لكن النتيجة كانت معاكسة تماما حيث زادت العبال الاقتصادية على المواطن البسيط الذي يعيش في بيئة غير مستقرة سياسيا وأمنيا ووضعته تحت رحمة الغلاء وزيادة الضرائب وارتفاع نسبة العائلات الفقيرة البيانات الحكومية تشير إلى تقديم أكثر من مليون عائلة فقيرة بطلبات للحصول على معونات ليضاف إلى أربعة ملايين فقير آخر في المحصلة اتسعت الهوى بين الفقراء الذين ازدادوا فقرا والأغنياء وأصحاب النفوذ الذين ازدادوا غنا